طيب النهاردة عفوا يا جماعة النهاردة كانت الجامعية العمومية للاتحاد الكورة بحضور 111 نادي نتتكلم عرض أعضاء الجامعية العمومية دلوقتي 125 نادي وقامنا هو في الصورة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة الجدد برئاسة المهندس هاني أبو ريدا وكل أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ خالد الدرندلي الأستاذ إناس مظهر الأستاذ محمد الشربيني وواقي أعضاء مجلس الإدارة النهاردة كابتن حسام غالي عفوا كان ممثلا للنادي الأهلي في الجامعية العمومية لاتحاد الكورة النهاردة وكنا نعرفين نهاردة اتحاد الكورة كان مجلس بقيمة موحدة تبقى للليحة وما كانش فيه أي منافسة فكان النهاردة بالتسكية ولكن بشرط بحضور 25% من عرض أعضاء الجامعية العمومية لهم الحق في المشاركة والتصويت النهاردة نقدر نقول لا يعني حضر ما يقرب من حوالي 85% من عرض أعضاء الجامعية العمومية 111 نادي من أعضاء الجامعية العمومية للتحدي هيكون عنده مسئوليات كثيرة ومهام شقة لإعادة الانضباط للقرى المصرية انضباط في الملاعب وانضباط خارج الملاعب ومن كام يوم كان فيه جلسة وزيارة للمهندس هنا يا بريدة مع الكابتن محمود الخطيب وفي حضور الكابتن حسن حمدي وتطرقوا لأمور هامة جدا لدرجة حتى أن وقتها النادي الأهلي كتف في سياق هذه التفاصيل أمور متعلقة بالتحكيم والتسنين والمنتخبات واللوايح حاجات كثيرة جدا مراس للأسف من المشاكل واللا مبالاة كانت موجودة في الفترة الأخيرة أنا عايز أعلكم من الحاجات الطريفة اللي شفناها حتى نتاج عمل المجلس السابق يعني صاحب محمد بالوفق عضو مجلس اتحاد الكورة كان ليه تصرحات كده في الساعات الأخيرة وأنا أخذ منها تصرحة واحد لما تسأل مثلا سؤال يعني ردا على سؤال هل المجلس ده كان ليه دور في تطفيش مثلا محمد بركات من مجلس الاتحاد الرد كان يعني عشان اندل على شيء بيدل أن العملية ما كانتش ماشى بإطار عملي ومؤسسي قال لك نطفشه ليه ده راجل كان ده مخفيف وكان بيدحكنا في اجتماعات المجلس يعني حتى لما تيجي تتكلم مع أعضاء المجلس السابقين أبرزهم مثلا سؤال محمد والوفق فكرة هل الكابتن محمد بركات من كانش موجود هل كان فيه تطفيش لعيبته الكورة اللي كانوا موجودين في المجلس قال لك لا بالعكس راجل ده مخفيف كان بيدحكنا في الاجتماعات وبتاع نطفشه ليه والدنيا كانت لذيذة يعني عموما نتمنى المشاهد دي تختفي تماما والفترة الجاية تكون فترة أفضل وفي نفس الوقت لما تبدأ تتشكل لجنة حكام فيها خبراء أجانب رئيس مسؤولة عن تقنية فار حتى المساعدين المصريين اللي ممكن يكون لهم الشرف العمل في اللجنة الفترة اللي جاية أتمنى تكون ناس جديدة ناس جديدة ما شفنهاش قبل كده في مجال التحكيم ده مهم أول طبعا مهم أن يكون فيه خبرات بس في نفس الوقت طبعا أنت جايب ناس عندها خبرات والجرد هيخشوا يتعلموا معاهم يبقى ناس جديدة بحيث تبدأ مرحلة جديدة من ايه تزد ده اللي بتتمنى في الفترة اللي جاية بالمناسبة كمان النادي الأهل النهاردة عاقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية ومن خلال مجلس دارة النادي الأهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب نوجه التهنيئة للمهندس هاني أبو ريدا عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي والرئيس الحالي للاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة الجمعية العمومية في اتحاد الكرة وانتخابه لمدة أربع سنوات قادمة طبعا النادي الأهل من خلال مجلس دارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والإدارات التنفيذية والقطاعات الردية بيتمنى بقى للكابتن أو المهندس هاني أبو ريدا كل التوفيق والعمل على تحقيق طموحات جماهير الكرة المصرية ومسندة الأندية والمنتخابات القومية بما يخدم مصلحة الرياضة المصري